مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع احنا معكم في حلقة السادسة من أسئلة وأجوبة الهجرة في كندا طبعا زي ما حكينا أنا مش مستشار هجرة قانوني وغير مرخص وما عندي أي مكتب وما بأخذ أي أتعاب كل البعمل هذا لله سبحانه وتعالى فإذا كان في خير ادعونا وإذا اغلطنا فمنكم السماح ومن ربنا سبحانه وتعالى وعذرونا أنا كل هاي الأسئلة جتني عن الكومنت بحاول أني أجدلها الأجوبة من موقع الهجرة المرخص خلينا نبدأ طب محتار أنا أسافر لكندا ولا أروح أشتغل في الدول العربية ولا أطلع على أوروبا برضو سؤال صعب جدا تسافر على كندا كندا إلا حسنات كثيرة أنت لما توصل على كندا بتشعر أنك مواطن تشعر أنك صاحب أرض بتصير تدافع عن هاي البلد وتحبها ومعظم الناس خاصة بس يوخد الجنسية بشعر أنه حصل على شيء كبير في ناس بقول لك لا دول العربية أفضل أنا بشتغل بعمل مصاري غاد أكتر إلو احترام كل وجهة نظر أوروبا الوضع فيها أصعب في الموضوع الهجرة واللجوء لكن ممكنة خاصة دول البلطيق بلقان بلطيق سوري باعتمد كل الموضوع باعتمد عليك وين توفر فرص عمل وين أسهل كندا من الدول اللي أنت بتصير تشعر فعلا أنها دولتك يعني هاي الشغلة ما هي المراحل التي يمر بها ملف الهجرة طبعا أول شغلة أنك تقيم ملفك عن طريق موقع الهجرة أو عن طريق المستشار بعدين إذا أنت إليجبل بتجهز الأوراق بتدفع الشيك وبترفع الأوراق بتعمل إكسبرس إنتري بعد ما يوافقو لك بدخلوك في البول أو الوسط هذا إذا إسمك طلع في القرعة بقولولك كمل أوراقك بتجيب كل الأوراق الفحص الطبي العدم المحكومية أو الحسن السيرة والسلوك حسب الدولة وبتعمل الفحص الطبي بعطوك الفيزا وبتجاع كندا هذا المختصر الآن طبعا هل الفيزا مدة صلاحية الفيزا بكون عليها مدة صلاحية عادة زي ما حكينا هلأ اللي عم بسمعوا أنها بعطوها سنة أنا في أيامي كانت 6 أشهر فبيختلف من تاريخ الفحص الطبي طرق التاريخ منش من تاريخ صدور الفيزا من تاريخ الفحص الطبي عليك أنك تدخل خلال هذه الفترة عادة هلأ بيحكو أنهم عام هل المكتب يقدم تسهيل المقابلة التي تتم في السفارة أوه تجهيز سوري بالطبع المكتب اللي أنت بتشتغل معه لازم يجهزك نفسيا ويعطيك بعض الأسئلة اللي ممكن يسألك إياها إذا عندك مقابلة بالسفارة عادة المقابلة بتكون بسيطة ما عندها مشكلة بدهم نشوف أول مستواك في اللغة الإنجليزية ويسألك أسئلة بس يدققوا على الأوراق ليش بدك تروع كندا شو حابب في كندا هل عملت ريسيرش عن كندا هل عارفهم بدك تسكن هل عندك أصدقاء أو أهل من هذه الأسئلة المقابلة دي عبارة عن إيه زي ما حكينا هو بده يعرف كيف أنك يبدأ عيش في كندا في كيف تتأقلم هل عندك معلومات هل بتحتاج أي أسئلة ما هي خطتك أعطينا فكرة على الأسئلة اللي ممكن تسألني يسألوني إياها في المقابلة طبعا ممكن يسألوك سؤال ليش اخترت كندا مش أمريكا أو أستراليا ممكن يسألوك ليش اخترت كباك بالتحديل عملك ممكن يسألوك شوية شغلات عن عملك ممكن يسألوك أسئلة يعني بسيطة مش صعبة الأسئلة هو في ناس بتسافر بدون مقابلة نعم أنا من الناس اللي سفرت بدون مقابلة ما إجتني مقابلة وما حد طلبني للمقابلة عشان هيك يمكن أنا ما بعرف كان عندي عدد نقاط يكفي فطلع على النقاط ومتحان اللغة كامل وكل شيء تمام فما طلب أعطينا مثال كيف ممكن أحصل على البيزا بدون مقابلة مقابلة تعتمد على الأوفيسرز إذا يحتاج أن يتأكد من لغتك يحتاج أن يتأكد من بعض المعلومات معظم الدارسين وخاصة عندهم شهادات علمية ما بيعملون لهم مقابلات واللي عنده لغة كويسة ما بيعملون لهم مقابلات إذا شكين في شهادة اللغة في ناس الآن بيزوروا للأسف شهادات اللغة ممكن يمسكوك فيها هل المكتب بيقدم مساعدة بعض الحصول على الفيزا؟ باعتمد على المكتب بدك تتواصل مع المكتب تعرف شو خدماته هل في له خدمات في كندا ولا لا؟ في بعض المكاتب نعم بيقدموا لك استقبال وباستأجروا لك سيارة هون لأن استجار السيارة بدك تكون عن طريق كريدت كارت إذا معك في دولتك كريدت كارت ممكن تسويها باستأجروا لك بيت إذا مش قادر تستأجر بيت باستقبلوك في المطار هل المكتب ملزم بإيجاد عمل وسكن لنا؟ لا طبعا المكتب زي ما حكيت لك الخدمات اللي بقدمها عادة بأخذ بدل هاي الخدمات استقبال في المطار وكل هاي تدفع عليها فإذا بدك تسويها لحالك ممكن أما بينك وبين العقد شو العقد بينك وبين المكتب؟ أنا بحكي يا جماعة اقرأوا العقد مئة مرة اللي بينك وبين المكتب عشان تعرف شو واجباتك وشو عليك انك تسوي ومتى لازم تدفع وما هي المبالغ اللي لازم تسويها وشو حقوقك في هذا العقد ما المقصود بالأسرة؟ الأسرة هي الزوجة والأولاد ليس مقصود بهم الأب والأم والأخوة والأخوات لا كيف أعمل معادلة شهاداتي؟ حكينا كل تخصص إلى معادلة المعادلة الشهادة بشكل عام عن طريق مؤسسة الوس World Education Service WES بتدخل عليهم بتعمل المعادلة بتخرج من شهر إلى ستة شهر حسب تجاوب جامعتك وأما معادلة الشهادة نفسها عشان تشتغل فهذا بده فيديوهات لأن الأطباء اللي لهم طريقة والمهندسين اللي لهم طريقة والصياد اللي لهم طريقة والمحاسبين اللي لهم طريقة هل يفشل بعض المهاجرين لغد شهادتهم التعليمية العالية؟ نعم هناك في ناس ما بقدروا يتأقلموا في ناس ما بستطيعوا إنهم يستمروا في ناس ما بستطيعوا يجدوا عمل في ناس أنا بعرف ناس كان سيئو أوز في دوله ولما يجى هون صار يشتغل على أوبر ما قدر للاقي شغل ما قدر يتنازل فالصعبع كانت عليه قعد أربع خمس سنين بعدين خلصوا المصاري بدر يشتغل أوبر فباعتمد يس في ناس بيتغلبوا في ناس لا بنجحوا كثير في ناس يعني عندنا ما شاء الله خبرات وناس حصلوا على مراكز وتقديرات ومن الحكومة وناس في ناس بزنس بيبول بدأوا من سكراتش في البزنس ومن الملاجئين حتى هل الفكرة جيدة أبدأ دراسة من أول وجديد أو غير مهنتي بيناس كثير بحبدوا على ذلك بيعتمد على المهنة إذا أنت مثلا حابب تدرس شغل جديد بالعكس أول ما تيجي هون ممكن تعطيك هاي الدفعة للأمام لأنك تختلط في المجتمع تتعلم لغة أفضل تأخذ شهادة جامعية طبعا لما يكون عندك شهادة جامعية من كندا بيكون إلك فرصة للعمل أسهل ناس بتدرس عمرها 70 ثانية و 75 ثانية ما هي ميزة الحصول على شهادة في كندا طبعا أولا بتسهل عليك فرص العمل عادة ثانيا شهادة كندا مع الجنسية تمكنك من طرق أبواب خارج كندا نظام الدراسة في كندا طبعا نظام الدراسة عادة زي ما حكينا ياما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بيش طالة أن يكون عندك معدل كويس عشان تضلك في الدراسة هذا في الجامعة بنحكي حكينا فيديو كامل عنه راجعو يعني ليش أضيع وقت الفيديو هذا على الموضوع هذا لكن فيه فيديوهين أعتقد حكيت عنهم عن الدراسة في كندا والجامعة أرغب في الدراسة في هنا هل فيما الأفضل أتقدم بفيديو دراسية أم فيزة هجرة طبعا إذا أنت بس بدك تحصل على دراسة لا قدم على فيزة دراسية ليش تمشي بموضوع الهجرة أنه فيزة دراسية مفروض تصدر لك بعد حصولك على القبول من الجامعة فيزة الهجرة بتخذ لها ستين ثلاث فالوقت إذا معك فلوس وبتقدر تدرس فلتايم واخد فيزة دراسة وإذا بعدها قررت أنك تستمر وتجلس في كندا ممكن تقدم على ال PR من داخل أو خارج كندا حسب وضعك طبعا عشان أوفر وقت وأضرب عصفورين بحجر أدخل كندا هجرة ودراسة في نفس الوقت أعمل طبعا إذا أنت بتقدم على هجرة ممكن تدرس ما عندك مشكلة فبتضرب عصفورين بحجر وتأخذ الجواز بعد ما تخلص ثلاث سنين بعد ثلاث سنين تقدر تقدم على الجنسية عايز أسافر كندا بس عيش عيش محترمة مش غسل أطباق ولا أشتغل بياع في محل برجع بحكي الشغل مشعيب في ناس دكاترا اشتغلوا هاي الشغلات في ناس دكاترا باعرف هم اشتغلوا في غاز ستيشن أنا اشتغلت في مطعم مشعيب الشغل عشان ترضي وترمق بالحلال معادلة الشهادة بتأخذ وقت طويل خاصة للتخصصات العلمية بتأخذ من سنتين لثلاث في ناس خمس سنوات حسب الشهادة فما بعرف جاوبك ما في حدا بتضمن شو تشتغل ما حد حطك رئيس وزراء من اول يوم تدخل في إذا هاي الحياة الحياة صعبة في كل دولة خاصة ان ما تكون جاه جديد إذا شهادتك مطلوبة مثلا شيف أو سائق تراكترز بيكون وضعك أسهل إذا أنت مثلا نجار ممكن أسهل تلاقي شغل أسهل ما حد بضمن شي لا أفكر في الدراسة وعايز أعمل مشروع خاص بي ما في أي مشكلة كندا بترحب بالمشاريع الصغيرة وبتساعدها وفي كتير ناس نجحوا وبدأوا مطاعم مصانع محلات خياطة خياطين محلات بودي محلات غسيل سيارات غاز ستيشنز كتير ناس يشتغلوا فعلا ماذا لم أجد في عمل في كندا كتير ناس ما بتقدر تشتغل بشغلتها فلازم تلاقي شغل في شغلة تانية يا ما بتجلس على المساعدة الحكومية أو بتطلع على كندا والتانية تدور على شغل لأنه مبلغ الرعاية الحكومية زي ما حكينا مش كافي فما حي عيش عيش قوي ماذا لو مرضت ولم أستطيع العمل طبعا لو عندك عدم قدرة الحكومة بتعطيك مبالغ أكثر بتعيش محترم أجن مش عشان تصير غني بس عشان تكون كافي رمقك ورمق أبنائك أعتقد هذا الفيديو كمان صار طويل خليكم معنا في الفيديو القادم تابعونا وإن شاء الله نراكم في حلقة القادمة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد